اشتركوا في القناة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية تحية من الله تبارك وتعالى عليكم فأقول لحضراتكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله أن ينفعكم بما علمكم وأن يزدكم علما وأن يجعل ما تتعلمونه حجة لكم لا عليكم يوم القيامة إن شاء الله مع الدرس السالس من لقاءاتنا مع مقرر علوم الحديث النبوي الشريف وكنا قد تكلمنا في اللقاء الأول عن علم الحديث رواية ودراية ومراحل تدوين السنة النبوية المظهرة وتبين لنا بما لا مجال للشك فيه أن السنة أول ما دونت وكتبت كتابة شخصية فردية من صحابة رسول الله كان هذا التدوين في البداية في عصر الصحابة وبإذن من رسول الله بعد أن منع الكتابة مؤقتا حتى لا يلتبس الحديث بالقرآن الكريم وبإذنه وبأمره صلى الله عليه وسلم كتبوا السنن وكتبوا الأحاديث في الصحف ثم اعتمدوا على هذه الصحف وعلى ما حفظوه وتوارسوه وزاكروه من أبناء الصحابة الذين هم التابعون وفي عصر عمر بن عبد العزيز بإذن منه لابن شهاب الزهري وغيره كتبوا ودونوا التدوين الثاني العام للسنة النبوية ثم جاءت مرحلة التصنيف والتهديب والترتيب والتنظيم للسنة النبوية المطهرة في القرن الثالث بدءا بالإمام مالك في موطئه والبخاري ومسلم أبو داود وغير ذلك بينا أيضا أبناء بعد ذلك أن الحديث ينقسم باعتبار العدد الذي رواه في السند إلى متواتر وإلى أحاد وقلنا أن المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات سنده وبينا التعريف وبينا أن التواتر نوعان تواتر لفظي أي ما تواتر لفظه ومعناه معا وتواتر معنوي أي ما جاء بالمعنى من أحاديث كثيرة كل حديث منها أحاد لكن المعنى المراد بمجموع هذه الأحاديث يصل إلى درجة التواتر فنسميه المتواتر المعنوي ثم بعد ذلك أعقبنا أبناء وأحبائي الكلام بالآحاد وقلنا أن الآحاد هو ما فقد شرطا من شروط التواتر وبفقدانه هذا الشرط انتقل من المتواتر لما ينسميه الآحاد والآحاد أبنائي وبناتي قد يكون رواته ثلاثة فأكثر في طبقات السند بحيث لا يقل عن ثلاثة في أي طبق من طبقات السند وفي هذا نسميه المشهور الاصطلاحي أما المشهور غير الاصطلاحي كما قلت لكم في اللقاء السابق فلا قاعدة له إلا أنه زع صيته وانتشر واشتهر بين السنة أهل العلم أو أهل الفقه أو أهل الحديث أو أهل النحو أو العامة ولا طابط له في الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع فالجميع يأتي منه أي منه الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع ثم تكلمنا من خبر الآحاد أيضا العزيز والعزيز أبنائي وبناتي هو ما لا يقل رواته عن اثنين ولو كان هذا في طبقة واحدة من طبقات سنده فالإثنينية تجعله ولو كانت في طبقة واحدة من طبقات سنده تجعله عزيز وقلنا في اللقاء السابق أبنائي وبناتي أن العبرة بالأقل لا بالأكثر فإن كان أقل رواة الحديث في سند أو في طبقة من طبقات السند اثناني فهو عزيز وإن كان الأقل ثلاثة فهو مشهور أما إن تفرد بروايته راو واحد ولو كان هذا التفرد في طبقة واحدة من طبقات سنده فهذا ما نسميه بالغريب أو الفرد وقلت لكم أبنائي وأعزائي أن الغريب نوعاني غريب مطلق أي أن التفرد عند التابعي والصحابي بمعنى أنه ما رواه عن الصحابي إلا تابعي واحد فقط ومن هنا نسميه تفرد أو غرابة مطلقة أما الغرابة النسبية أبنائي وبناتي فهذه الغرابة نسميها الغرابة الطارئة أي الذي تطرأ على السند في أثنائه في وسطه أو في منتهاه ناحية المصنف بمعنى أن الحديث قد يأتي عن صحابيين أو تابعيين أو أكثر من ذلك ثم يأتي عند تابع التابعي أو من بعده فيتفرد أحد رواة سنده بالحديث فلا يرويه إلا هو فنقول في هذه الحالة طرأت عليه الغرابة فهي منسوبة إلى فلان الفلاني في طبقة من طبقات سنده ومن هنا سميناه الغريب النسبي هذا كله وضحناه وبيناه بتفصيل أبنائي وأعزائي ولكني راجعته معكم لأصل الماضي بالحاضر لأن لقائي معكم اليوم عن الخبر الآحاد أيضا وهنا اليوم نتكلم عن خبر الآحاد لا عن اصطلاحه ولا عن تعريفه ولا عن المطلق ولا النسب ولا غير ذلك وإنما أتكلم عن خبر الآحاد من حيث الاحتجاج به وحين أقول لكم خبر الآحاد فأقصد السلاسة المشهور والعزيز والغريب وحين أسرد عليكم الأدلة على حجية والاستدلال والعمل بخبر الآحاد في أحكامنا الشرعية فإنني أورد لكم الاستدلال بالنسبة لخبر الواحد أي الغريب والعزيز والمشهور وسأتكئ أكثر وأتعمد أن أكثر الأدلة عن خبر الواحد أي الغريب حتى إذا ما بان وظهر وثبت أنه حجة فمن باب أولى أن يكون العزيز والمشهور حجة من حجج الشرعي نتلمس به ونعمل به في الأحكام الشرعية في هذا الدين الحنيف أولا في البداية أقول لأبنائي وأحبابي أجمع علماء الحديث والفقه والأصول الكل أجمع على وجوب العمل بخبر الآحاد غريب كان أو عزيز أو مشهور ولنا في ذلك أدلة كثيرة أما الدليل من القرآن الكريم فهو بنوع من التأويل لا بنوع من الصراحة وهذا التأويل مقبول لغة وشرعا أما الآية التي نستدل بها على قبول وحجية خبر الواحد أو الآحاد فهي قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذه الآية أبناء وبناتي تبين لنا أن الطائفة الطائفة من الفرقة يثبت بها الخبر بحيث إذا علموا قبل تعليمهم وإذا فقه الآخرين قبل تفقيههم وإذا أخبروا الناس قبل خبرهم وعمل به ونحن نعلم من القرآن أيضا أن الطائفة تقصد ويراد بها الواحد ويراد بها أيضا الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة وكل هذا من خبر الآحاد ألم تقرأوا أبنائي قول الله تعالى في كتابه العزيز وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله إلى آخر الآيات فأطلق على إثنان تشاجر أو اختلف أو اقتتل طائفة وأطلق على إثنين مع إثنين طائفة وإن كان ثلاثة مع ثلاثة طائفة والدليل على ذلك أنها جاءت بالتثنية لا بالجمع فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله أفقهتم أبنائي كيف استخرجنا الدليل من الآية على أن لو واحد قاتل واحد ينطبق عليه طائفة ولو اثنان قاتل اثنان ينطبق عليه طائفة ولو ثلاث قاتلوا ثلاث ينطبق عليه طائفة وكل هذا خبر آحاد في اصطلاح المحدثين إذن فيعمل بخبر الآحاد لأن الطائفة في الآية ثبت بها العلم وقامت بها الحجة على من تعلم وعمل بالأحكام التي يبينوها ويقولوها للناس تماما تماما ثم بعد ذلك يوجد عندنا نص صحيح صريح لا يحتمل التأويل يأخذ منه صراحة أن خبر الواحد مقبول ومعمول به ويجوز أن نعمل ونحتج به في شرعنا الحنيف فقد صحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله عبدا واحدا عبدا واحدا نظر الله عبدا سمع مقالتي مقالتي فوقعها فرب مبلغ أوعى من سامع نظر الله عبدا سمع مقالتي فوقعها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع هذا الحديث يبين لنا أن الواحد عبد واحد أو مرأة واحدة رجل واحد أو مرأة واحدة حر كان أو عبدا إذا سمع مقالة عن رسول الله وحده وكان ثقة وكان مأمونا وكان ضابطا حافظا لما سمع واعيا وفاهما له فعليه أن يؤديه ودعا رسول الله له بالنضرة إذا أداه لماذا لأنه بلغ شرع الله تبارك وتعالى وما دام بلغ شرع الله تعالى وقبل هذا فهو يحتج به من باب أولى وإلا فما القيمة من التبليغ وما الثمر من التبليغ إلا الاحتجاج به والعمل بمقتضاه ثم ماذا من الأدلة أبنائي وأحبائي أدلة عملية واقعية حدثت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأدلة كلها تتضافر وتتكاتف مع بعضها البعض حتى تنتج لنا حكما شرعيا وهو القبول لا جدال ولا مراء لخبر الواحد حتى وإن كان غريبا ليس عزيزا أو مشهورا من هذا أبنائي تعلمون جميعا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الصحيح الذي قال فيه كنت أسقي أبا طلحة وأناس من الأنصار الخمر كان هو صغير وكان يسقيهم الخمر فبينما نحن وأقدم لهم الخمر وأسقيهم الخمر أصبها لهم صبا بينما جاء رجل فقال يا أنس يا أنس اكسر هذه القلال الأواني الخمر يعني من الفخار اكسر هذه القلال يا أنس وأهرقها فإن رسول الله أنزل إليه قرآن وقد حرم الخمر تحريما قاطعا نهائيا وتلا قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فيتنبوه فيتنبوه وهنا ثبتت الحجة وقام الدليل وما كان من أنس وأبو طلحة والأنصار الذين يشربون الخمر إلا أن قالوا انتهينا 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 واجتنبوا الخمر على الفور وقام أنس بن مالك بتكسير هذه القلال الأوان الخمر وأهرقوا الخمر في الأرض وانتهوا وتخلصوا منها ومن يومها حرموا على أنفسهم الخمر وكان هذا بخبر واحد ثقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أبنائي وأعزائي موقف آخر أقوله لكم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب في أيام عيد الأح الأطحى وهو راكب على جمل أن يخبر الناس بخبر من رسول الله ما هذا الخبر أن يقول لهم إن هذه الأيام أيام عيد الأطحى أيام طعام وشراب فلا يصوم أحد هذه الأيام وهذا لا شك فيه أنه حكم مهم من أحكام الشريعة الإسلامية فما ثبت هذا الحكم إلا بخبر واحد وهو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه ثم ماذا بعد ذلك أما تعلمون أبنائي أن جميع الرسائل والكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء وسيوخ القبائل كل هذه كانت عن طريق واحد فقط لا عن طريق مجموعة فلولا أن خبر الواحد تقوم به الحجة ويثبت به الخبر ويلزم به الحكم ما أرسل النبي واحدا إلى الملوك كسفير من السفراء ثم ماذا بعد ذلك الأمر أكثر من ذلك أبنائي وأعزائي وأحبابي إنهم أصحاب رسول الله كانوا في مسجد قباء وكانوا يصلون العصر في مسجد قباء وكانت آن ذلك القبلة تجاه بيت المقدس يصلون تجاه بيت المقدس فما هم إلا وهم في صلاتهم صلوا ركعتين من العصر ويبدأون في الركعتين الأخرين الثالسة والرابعة وإذا بهم وهم في صلاتهم إذا بهم بئات يقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يتوجه إلى بيت الله الحرام فتوجهوا بخبر واحد ماذا فعلوا ما كان منهم إلا وهم في صلاتهم وهم في صلاتهم صلوا ركعتين إلى المسجد الأقصى أما الثالسة والرابعة فتحولوا وتوجهوا في الله الحرام حتى صارت صفوف النساء بدل أن كانت في الركعتين الأوليين آخر الرجال صارت هي أمام الرجال لأن القبلة توجهت وتحولت وكان هذا التحول ما هو إلا بخبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنائي وأعزائي إن فقه المرأة الإسلامية وما يخص المرأة الإسلامية المرأة المسلمة من أحكام الحيض والنفاس وما يخص النساء الأغلب والأكثر منه روية عن نساء النبي عن عائشة وأم سلم والسيدة ميمون وغير ذلك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن ما اطلعنا على هذا الأمر وسمعنا هذا الأمر عن رسول الله مجموعا وبجمع منهم وإنما بعضه سمعته عائشة وبعضه سمعته أم سلمة وبعضه سمعته زينب بن تجاحش وبعضه سمعته السيدة ميمونة وهكذا وهكذا كل واحدة لوحدها فقط سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما أعلنته وروته لنا وثبتت به الحجة مع أنها امرأة فلا فرق عندنا بين المرأة والرجل في رواية الحديث فكلاهما واحد بل إنه لا فرق عندنا في رواية الحديث بين العبد وبين الحر فكلاهما واحد وروايتهما مقبولة مادام توفرت العدالة وتوفر الضب وأخيرا وليس آخرا أقول لكم أبنائي إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في زراعته وكان يعالج أرضه وكان له جار من الأنصار فاتفق هو وجاره من الأنصار أن يتبادل النزول على رسول الله ليسمعوا الحديث منه فاتفقوا فيما بينهما أن ينزل أحدهما اليوم ويقوم الآخر بخدمة زراعة صديقه ثم ينزل الثاني الغد ويستبدل الآخر الزراعة والخدمة لأرض صديقه وجاره فكان أحدهما كما قال عمر بن الخطاب كان ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت في يوم أخبرته بخبر رسول الله أي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نزل هو أخبرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليكم أبنائي لولا أنهم علموا من رسول الله وتأكدوا أن خبر الواحد مقبول وتقوم به الحجة هل كانوا تصرفوا هذا التصرف هل كانوا تبادلوا واحد ينزل والآخر ينوب عنه في خدمة الأرض اليوم الثاني ينزل الثاني والأول ينوب عنه في خدمة الأرض والله لولا أنهم أيقنوا وتيقنوا وتأكدوا أن خبر الواحد يحتج به وتقوم به الحجة ما فعلوا هذا وما أخبروا بما سمعوا فراد البتة ومن هنا أقول لحضراتكم أبنائي وبناتي أن خبر أقول إن خبر الواحد حجة من حجج الشرع يحتج به في جميع الأحكام الشرعية بل وفي فروع العقائد بعد ما بينته وقلته والأدلة الناصعة الواضحة الظاهرة على حجية خبر الآحاد أبنائي وأعزائي هل من منكر ينكر خبر الآحاد أما إن أنكره جاحدا ومعاندا ورافضا عن علم فهذا لا حظ له في الإسلام أما إن أنكره للبس أو سوء فهم أو عدم استقرار الدليل عنده فهذا هو الذي نبين له ونناقشه ونوضح له ونزيد القول له حتى يوقن بأن خبر الآحاد حجة من حجج الشرع الحنيف أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا